مبروك والله عبد الوهر الجالة دي حقيقة ما شاء الله منتخب مصر لكرة اليد فرحنا فرح مصر كرة اليد بتفرح مصر بجد بمعنى ان احنا بقى الكرة اليد تلاتين سنة واحد و تلاتين سنة كمان انجازات وبطولات وتاريخ بس البطولة دي لها شكل مختلف لها مازايق خاص البطولة دي كانت بناصعب بطولات اللي عدت على مصر في تاريخها في كرة اليد البطولة دي بتتلاقي بجوه ارض تونس تلاتاشر الف اربعتاشر الف متفرج كل الاعلام التونسي مهتم خاصة بعد اخسارة منتخب مصر لكرة طايرة هنا في مصر ومكسب تونس فخلاص البطولات عندهم وسط جمهورهم فالموضوع مختلف لكن قدروا رجالة مصر في كرة اليد يقدروا من اول ثانية حطين ايديهم على المباراة بجد تعظيم سلام ليهم تعظيم سلام لهم ضربهم الاسباني جارسيا فعلا ما شاء الله عليه الراجل من اول ثانية من اول دقيقة وهو حاطت ايده على المباراة عارف مفاتيح لقابه ايه عارف الامور ماشية ازاي قدر يمشي المباراة لدرجة المباراة وصلت سبعة تمن تجوان جوه المباراة المباراة دي اول مرة منتخب مصر يكسب منتخب تونس جوه ارضه مباراة مهمة جدا الصور دي صور معبلة جدا 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 لو شفنا صور الفرقة او شفنا المطش من اوله واللعيبة يتعايز في السلام الوطني تعرف ان مصر مطل افريقي دي حقيقة جيل مختلف جيل من اجيال كرة اليد الكبيرة لان كرة اليد بصراحة واحد تاني واحد وتلاتين سنة تاريخ كبير جدا في كرة اليد قدروا يسطروا تاريخ ويزودوا مصر البطولة السبعة البطولة السبعة دي ما جاتش من فراجات من تعب جات من قبل كده لسه من اربع خمس شهور منتخبات مصر الشباب وناشئين تالت العالم واول العالم الناس تقول هما اللعب الكبار لقى كان فيه لسه شباب موجودين جوه المنتخب موجودين بيتحضروا لبطولة العالم الموضوع عندنا عندنا جيل يقدر يعمل حاجة في بطولة العالم اللي جاي صدقوني الموضوع يعني لو قعدنا نتفرج عليه كتير وقعدنا نحلل امورنا هنلاقي ان فعلا الخطة اللي ماشية لكرة اليد ماشية بخطة سابتة من واحد وثلاثين سنة لكن بجد لازم كلنا نحلم مع كرة اليد السنة دي لازم نسميه كرة اليد عام كرة اليد ليه؟ هنسميه كده بداية مكسب افريقيا ونهاية في اول السنة الجديدة هيتكون بطولة العالم عندنا عايزين مصر كلها تتكلم عن كرة اليد عايزين مصر كلها تدعم فريق كرة اليد احنا عايزين نكسب بطولة العالم على ارضنا حقنا حق حلم واشروع لكل مصر مع اتحاد مصر لكلها تتكلم بنقول له الف مليون مبروك برئاسة المهندس الشاب ناصر بنبريكله ونقول له مبروك فعلا ماشا الله منظومة رياضية محترفة هل يكلم كلام ده حق لازم نقول النهاردة مبروك قدروا يمشوا بالاتحاد كسبوا تلاب بطولات افريقيا ناشئين وشباب وكمان بطولة افريقيا بخارج مصر كاس العالم تالت العالم واول العالم كمان في السيدات او في الانسات برضو نفس الكلام فالمنظومة كلها منظومة مسيرة حافلة بالانجازات بصراحة شديدة مبروك مبروك لولادنا اللي قدروا جوه ارض تونس جوه انا قلت عن كده في مشادات كتيرة هتحصل هناك الحتة اللي حصلت في اخر المباراة الشد ده حاجة طبيعية جدا مش عايزين نكبر الاحداث بالعكس بنقول لجمهور تونس بنقول لكل شعب تونس انت شعب شقيق احنا مصر وتونس شعب شقيق ما عندناش مشكلة الاحداث الصغيرة دي بتعدي لكن بيستمر العلاقة بين مصر وتونس وعلاقة قوية جدا في الرياضة لانهما ما شاء الله جوه افريقيا تقريبا متسايدين الرياضة مصر وتونس فتاني بقول الاخر دقتين في الموراة لازم نشيلهم من حساباتنا وانا عارف ان كل شعب تونس كمان ما كانش راضي بالموضوع وخاصة لعيبة كرة الرياضة في تونس القدامى وحتى لعيبة منتخب تونس راح وهن ومنتخب مصر بعد الخسارة والناس خلاص بركت لكن هم راحين في طريق صعب جدا خارجين تونس والجزائر هيروح للتصفيات الولمبية فعلا طريقهم صعب نتمنى لهم احنا بقى كشعب مصري التوفيق نتمنى لهم المكسب بل ما يكون مصر موجودة يكون مصر وتونس الجزائر يا رب بس تونس والجزائر مشوارهم صعب نجمنا كمان مش مكسب البطولة الاداء الاداء الرائع الممتع اللي قدروا فعلا انبارح تحس ان هم اسات زجوه ارض الملعب كلهم مش عايزين نقول لعيب اكتر من التاني كل اللعيبة اللي شاركت وكل اللعيبة كان قاعدة على ديكة البوداء وكل اللعيبة كمان لقاعدة في المدرجات كلهم عملوا انبارح ملحمة رائعة مع الاسباني المدير الفني بارندو